يوم ثان يتواصل من أيام المؤتمر العلمي الثالث الحركتان العلمية والفكرية في العراق في العصر الحديث لتستمر الجلسات العلمية ببحوثها ودراساتها متضمنة علوم اللغة العربية وآدابها واتجاهات التأليف في الدراسات اللغوية في الجامعات العراقية الحقيقة أن هذه البحوث التي ألقيت في هذا اليوم واليوم السابق كانت بحوث رائعة جدا أطلعتنا على معلومات قيمة هذه البحوث رأينا من خلالها أساتذة وعلماء وقامات علمية كبيرة في العصر الحديث في العراق في القرون الخمسة المتأخرة كنا نجهل كثيرا منها أو بعضا منها الهيئة علماء المسلمين مشكورة في هذا المؤتمر العلمي استطاعت أن تخرج هذه القامات العلمية التي أخذت عليها الظلام استطاعت أن تخرجها إلى النور وأن يراها المتخصصون والباحثون وأعتقد أن هذا المؤتمر سيكون بادرة لدراسات أوسع وأعتقد أنه الباحثون والمتخصصون في الدراسات العليا سيجدون فيه مواضيع كثيرة لدراساتهم المستقبلية المؤتمرون ناقشوا موضوعات تخص الحضارة والتاريخ والنظمة والتراثة الإسلامية والتطورات في النظم العمرانية للأسواق في المدينة الإسلامية وأضواء على البيوتات والأسر العلمية حقيقة الباحثون أتحفون بمعلومات قيمة جدا حول تاريخ الهندسة العمرانية في التكريت وفي ديالة وفي الموصل وأتحفون وزودون معلومات قيمة جدا حول المساجد القديمة في العهد العثماني وهي حقيقة لم تبحث في مصادر القديمة وإنما أتمنى أن تكون هذه المعلومات رافض لنا جميعا لم تخلو جلسات المؤتمر من التذكير بأعلام الحركتين العلمية والفكرية في العراق ودور العلم والمعاهد والمدارس والمؤسسات الشرعية وصلتها بالحالتين العلمية والفكرية